قال رئيس الجمهورية عبد ربا منصور هادي إن الشرعية رفضت ما تسمى بخارطة ولد الشيخ لأنها تتعارض مع المرجعيات التي أجمع عليها الشعب اليمني وتتجاوز استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 وتكافئ الانقلاب والانقلابيين وأوضح رئيس الجمهورية إن الخارطة تناست جذر المشكلة وأسسها وهو الانقلاب وما ترتب عليه جاء ذلك خلال اللقاء الوطني الموسع الذي عقد اليوم في الرياض بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومستشار رئيس الجمهورية وأعضاء حكومة ومؤتمر الرياض والمؤتمر الوطني والشخصيات الاجتماعية والإعلامية والشباب والمرأة وأكد رئيس الجمهورية إن خارطة المبعوث الأممي تؤسس لحروب مستدامة فضلا عن تجاهولها لنضال ومقاومة وتضحية الشعب الرافض للميليشيا الانقلابية وقال الرئيس هادي رفضنا خارطة ويلد الشيخ لأنها تحافظ على بقاء الميليشيا واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات ولأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات وفي الدفاع عننا شركات في الانتخابات